موسيقى تصعيد حوثي جديد تفشيله القوات المشتركة وتفكيك حقل للألغام في حي منظر في الحديدة احباط محاولة تسدل للميليشيات في خبوة شعف الجوف وكاميرا اليمن اليوم في الخطوط الأمامية في جبهة حام موسيقى ومواجهات باتجاه مناطق حبل العبد وتبت عثمان بالفاخر والحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في الضالة موسيقى اشارة الاخبار السلام عليكم جهود دؤوبة تبذلها القوات المشتركة لاعادة طبيع الحياة على امتداد الساحل الغربي بنزع وتفكيك الكثير من حقول الألغام الحوثية ومساعدة المواطنين على الاستقرار والعيش الكريم بمختلف مناطق الحديدة في ظل مواصلة الميليشيات خروقاتها وقصفها العشوائي على الأحياء السكنية موسيقى ضبطت خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر زورقاً في طريقه للميليشيات الناطق باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد صادق دويد أكد أن خفر السواحل اليمنية بقطاع البحر الأحمر ضبط زورقاً على متنه مواد مؤهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية وسبق أن أحبطت قوات خفر السواحل محاولات عدة لتهريب مواد متفجرة كانت الميليشيات تنوي تهريبها عبر البحر الأحمر وتعد عملية التهريب للمواد المتفجرة مؤشراً خطيراً يوضح بأن ميليشيات الحوثي تنوي تصعيد العسكري في الحديدة وما توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة إلا حبر على ورق هذا وصعدت الميليشيات من خروقاتها في التحيطة مستهدفة مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية جنوب محافظة الحديدة المصدر العسكري أكد أن الميليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بقذائف الار بي جي وقذائف بي عشر وأضفت المصادر أن الميليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة مستخدمة مختلفة أنواع الأسلحة وتواصل الميليشيات قصفها مواقع القوات المشتركة في الحديدة بشكل يومي كسرت القوات المشتركة هجوماً حثياً واسعاً على مديرية حيس جنوب الحديدة المصادر العسكرية أكدت أن عناصر الميليشيات هجمت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس واستخدمت مختلف أنواع الأسلحة وكانت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من كسر الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وكانت الميليشيات أمطرت الأحياء السكنية في حي ربع الحضرمي في منطقة السيلة بالقذائف المدفعية والصاروخية في إطار خروقاتها المتواصلة نقاط الرقابة المحيطة في الحديدة أو بالحديدة التي تخضع لإشراف مباشر من الأمم المتحدة تشهد انهيارا جزئيا بفعل خروقات الميليشيات التي تستهدف بالضرب المباشر النقاط المعروفة بالصالح والتي تمتد إلى محيط كلية الهندسة وكذا نقطة سيتي ماكس التي تؤمن مجمع إخوان ثابت بلاغ كاذب حوثي إلى الأمم المتحدة في الحديدة انتهى بإقالة مشرف الميليشيات على أحد أهم النقاط الخمس المحيطة بالمدينة مناورة حوثية لم يبادر فيها الحوثي للإقالة إلا بعدما كشف أبهج جيت قوها رئيس لجنة الانتشار الجديد زيف الإدعاء مهمة الرقابة في الحديدة برغم حصرها في إطار خمسة قطاعات تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة تبدو ملامح هشاجة المهمة واضحة للعيان فقد استهدف الحوثي بالضرب المباشر نقاط المراقبة في كلية الهندسة ومجمع إخوان ثابت في تحدي سافر ينبئ عنية الحوثي في هدم عقد الرقابة الجديد واستمرار هزلية الميليشيات بكافة العقود التي تقطعها لا تقف الخطورة عند خروقات الهدنة في مدينة الحديدة فقد فرض الحوثي فصلا جديدا من تعطيل مهمة الأمم المتحدة حيث تهيد مصادر أن الميليشيات قد عاودت لزرع الألغام في طريق المروري الأممي من الميناء إلى نقاط المراقبة وتم منع نزول الفريق من السفينة للتحقق من البلاغات التي تصل إلى لجنة الانتشار من الضباط المتواجدين ميدانيا في النقاط دلالات أخرى على تنصر الحوثي من الاتفاق المشترك بين ضباط الارتباط عبر اللجنة الثلاثية يتمثل في إبلاغ الميليشيات بشكل أحادي عن ما تسميها خروقات دونما المرور عبر غرفة عمليات الارتباط تحاول الميليشيات عبر هذا الإجراء عدم الاعتراف بالطرف الآخر برقم التوقيع على آلية المشتركة الميليشيات ترى في خطواتها الأحادية والتراخ الدولي عادة يجب تمريرها كما تحاول عبر التحرك بشكل أحادي التغطية على فضائع ترتكبها ما يستدعي وقوف الأمم المتحدة على مثل هذه التجاوزات بحزم لاستمرار مهمة الرقابة التي تعد آخر اختبار لصدق نوايا الحوثي وجدوى وجود الأمم المتحدة في الحديدة فككت الفرق الهندسية تابعة للقوات المشتركة حقل ألغام مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها الميليشيات في الطرقات العامة والمزارع والقرى وبين المنازل في أطراف مدينة الحديدة حال فرارها منها قبيل تحرير حي المنظر بمديرية الحوك محافظة الحديدة من قبضة ميليشيات الحوثي على أيدي رجال القوات المشتركة حولته ميليشيا الإرهاب إلى حقول من الألغام المنتشرة في الطرقات والأحياء السكنية والتي حصدت الكثير من الأرواح غالبيتهم نساء وأطفال علاوة على استهداف هذا الحي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل شبه يومي لظل غياب كامل للمجتمع الدولي الذي يقف موقفا متفرج عن الحاصل في الحديدة خصوصا واليمن عموما الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة تمكنت من تفكيك حقل جديد من الألغام المزدوجة وهي بطبيعتها مضادة للدبابات لكن الحقد الدفين للميليشيات دفعها لأن تدفنها في مزارع المواطنين وطرقهم لاستهداف وقتل أكبر عدد منهم لن تكتفي بلغم واحد في نفس الموغة بل تزرع اثنين ومن ثلاثة إلى ألغام لتدمير هذه المركبات وتدمير المواطنين العشرات من أهالي المنظر كانوا ضحية لحقل الألغام الذي زرعته الميليشيات اذ تسبب في أضرار جسيمة نظرا للمواقع التي اتمرت فيها فالحوثيون اختاروا الأماكن التي تمس الحياة بشكل مباشر مثل الطرق والمزارع وأماكن الحمل التي يسلكها المواطنون ما تسبب في إيقاع أكبر عدد منهم إضافة إلى تشويه وإلحاق إعاقات دائمة خاصة في الأطفال والنساء نزعنا هذه الكميات من الألغام والذي كانت تعيق الكثير من المواطنين وقد أخذت كثير من أرواح المواطنين وفي من هم من أعاقته وفي من هم من أخذته كاملا تمكننا اليوم بنزل هذه الكمية من الألغام المضادة للدبابات وهذه الألغام زرعتها الميليشيات الحوثية بنزل هذه الكمية من الألغام التي راح عدد كثير من أبناء من ضغط الحدادة تقديرات أولية ذكرت أن ميليشيات الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم وعبوة ناسفة وهو ما يؤكد نشاط الميليشيات في هذا المجال الذي أصبح بصمة دم وضعتها في حياة المدنيين الأبرياء بألغامها المصنقة محليا أو حتى المقدمة من إيران وفي النهاية يدفع المواطنون الثمن من أجسادهم بالإصابة أو من أرواحهم بالوفاة تقارير حقوقية كشفت أن عدد ضحايا الألغام الخوثية في البلاد تجاوز العشرة آلاف ضحية جلهم نساء وأطفال إضافة إلى المسنين وأصحاب المهن والحرف مثل الصيادين والمزارعين الذين يختطفهم الموت في كل خطوة يخطونها نحو فلاحة الأرض وبحثا عن أرزاق أسرهم في البحر وتوصل الفرق الهندسية تنزع مزيد من الألغام والمتفجرات التي ملأت بها الميليشيات المناطق المحررة قبل فرارها للموت ألف وجه وشكل وتحديدا إذا كنت في إحدى المناطق المحررة لن تنجو هناك من سلاح الحوث الغادر فمتفجراتها وإلغامها ملأت الأرض بأشكال مموهة ومخيفة عن الأعين ولكنها تفعل فعلها وهي تتربص بخطوات المواطنين منذ عامين ومشروع مسام إلى جانب المركز الوطني لنزع الألغام والفرق الهندسية للقوات المشتركة يقومون بمهمة إنسانية واحدة هي نزع وإزالة ألغام الموت وها هي مسام تتمكن من نزع مئة ألف لغم في خمس محافظات محررة أمام مشاهد الموت المختلفة ضجت بها اليمن وشوارعها طرقها وحقولها يظل الضمير العالمي في سباة عميق فهناك الطفل الذي شوهت الألغام الحوثية التي حسبها لعبة ومنهم من باغتته في بركة مياه ومنهم من فصلته عن عالم طفولته وحرمته إكمال تعليمه فالألغام باتت هجس اليمنيين الأكبر بعد أن أسرفت ميليشيا الحوثي في استخدامها فها هي تطاردهم بالموت في كل خطوة ابعدوا شبح الموت الذي لا يزال يتربص باليمنيين في مسار ملئ بالألغام حيث زرع الحوثيون ما يزد عن مليون لغم بطريقة عشوائية تنم عن فرط كراهيتهم التي عمت اليمنيين دون تفريق أو تمييز مؤخرا أعلنت الفرق العاملة ضمن فريق مسام تنفيذ عملية إتلاف وتفجير مائتي وخمسة واربعين لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في حد وثلاثة آلاف لغم في المخى بمحافظة تعز ليصل بذلك إجمالي ما تم إتلافه من الألغام والعبوات ناسفة غير المنفجرة في الساحل الغربي سبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وعشرين عالميا تعد عملية إزالة مخلفات الحروب هي الأصعب والأكثر كلفة على الإطلاق خصوصا الألغام فبعض المناطق حول العالم لا تزال تشهد سقوط ضحية نتيجة ألغام زرعت قبل عشرة السنين فكثيرون يرون أن الكثافة التي زرع بها الحوثيون الألغام تظهر قناعة راسخة بخسارتهم للحرب أخلاقيا قبل أن تكون ميدانيا حتى وإن طالت المعركة أحبطت القوات الحكومية عدة منحاولات التسلل للميليشيات الحوثي باتجاه مواقع محررة في مدرية خبو الشعف في الجوف المصدر الأسكري أكد أن القوات الحكومية أحبطت عدة محاولات تسلل على مناطق الوجف والسليلة والصبرين وأضاف إن المدفعية كبلت الميليشيات كبلتها خسائر فادحة في الجوف أيضا تمكنت قناة اليمن اليوم من التواغل في جبهة حام وصولا إلى الخطوط الأمامية في تبة قعيطة في مدرية المتون التي تعد قلب جبهة الجوف لقربها من عمران وصنع جبهة حام جبهة تأخذ من اسمها نصيب على أرض الميدان مقاتلها شباب في مقتبل العمر ينطلقون كالأسود مشمرين في وجه العصابات الإرهابية الحوثية التي دنست الأرض بأعمالها الإجرامية من جهتنا كقناة اليمن اليوم غامرنا بالتقدم للخطوط المواجهات الأمامية أو ما يطلق عليها عسكريا بالخط الساخن بعد قطع مسافة طويلة تقدر بعشرات الكيلومترات وصلنا إلى تبة قعيطة تبة قعيطة هذه عرف العثيون كثيرا كون قتلهم تصل إلى العشرات بل إلى المئات كان لهم أكثر من سبع هجمات خلال الأشهر القليلة الماضية كان آخرها قبل يومين سقط من قتلهم العشرات ولا تزال هذه الجبهة مقبرة لقتلهم لمزيد من المقريات المعارك في الجبهة قعيطة وجبهة حام بشكل عام معنا القائد اللواء العميد عبدو المخلافي قائد اللواء 22 موشاه سيحدثنا أكثر عن مجريات المعارك في جبهة حام بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أولا نرحب بقناة اليمن اليوم لهذه الزيارة الميدانية في جبهة حام وهذه القناة المتميزة قناة الشعب التي تبث الحدث وتنقر الحقيقة إلى جميع أبناء اليمن كافة نرحب بكم جميعا جبهة حام تعتبر جبهة مهمة بالنسبة للحوثيين لأنها أولا تطل على محافظة عمران وكذلك تطل على جبهة العقبة وتمتدل جبهة الجبهة اللواء 22 موشاه 16 كيلو طولا و17 كيلو عمقا وطبعا الحوثيين يحاولون ويستميتون على هذه وخاصة على هذه التباة من أجل أن يكون السيطرة كما أنتم ترون لأن لجيزة سهل لهم العبور إلى مدينة الحزم ولكن هيهات لهم فهنا يوجد أبطال صامدون مناضلون باعوا أرواحهم لوطنهم وكذلك نحن في هذه الأماكن وفي هذه القبال الشهيقة لا يهمنا صعود القبال ولا يهمنا المتاعب ولا يهمنا أي شيء طالما نحن نريد أن نعيد الأمل لأبناء الشعب اليمني من هذه الميليشية الإجرامية التي انتهكت العراض ودمرت البيوت وقعلت الشعب اليمني في مأساة كل يوم هو في مأساة لماذا بالتحديد تبة قعيطة ما هي موقعها الاستراتيجي من جبهة المتون أيضا من جبهة المصلوب وغيرها من المواقع بالنسبة لتبة قعيطة تعتبر قلب قبهة القوف كونها إذا سيطر الحوثي ناريا على قبهة قعيطة سوف يسيطر على المتون سوف يسيطر على قبهة العام لأنها منطقة صحراوية ولذلك فهو يستميت ويضحي بالمغرر بهم والذي يقوم باستضعافهم بالأقورة البسيطة من أجل الوصول إلى هدفه ويترك قثثهم في أماكن حتى لا يعبر لهم إلا إذا كانت من أسهدهم ولكن بفضل الله ثم بفضل الأبطال لن يستطعوا حتى وكان هكوم قبل يومين ما استطعوا حتى أن يدخلوا إلى أطراف تبة قعيطة بحذر شديد استطعنا التنقل بين المواقع العسكرية التي يسيطر عليها أبطال اللواء 22 نموشا أصوات العيارات والاشتباكات في التسلل أو شن هجمات ناجحة فعمليتها الانتحارية تعد المحاولة السابعة لاستعادة تبة قعيطة فكان آخرها قبل يومين الهجوم الآخير أقلب السحر على الساحر فتحولت المواجهات من صد إلى كر كسرت الوحدات القتالية تحركات الحوثيين في القلب والميمنة ما أتاح للأبطال الوصول إلى أطراف تبة قعيطة وتامين الفراغ التي كانت تتسلل من خلاله العناصر الإمامية كما أن بات الوصول إلى تبة الشاهد ليس بالبعيد معركة الفصل وقطع رأس الأفعى طرف خيطها من هنا من جبهة حام كونها الأقرب إلى عمران وصنعاء فالمسافة الفاصلة بين المحافظتين ليست بالبعيدة فالقيادة الميدانية وجنودها لا تهون أمامهم هذه الصعاب فلا يجب تقييد اليد الضاغط على الزناد فالوطن بحاجة ماسى من الخلاصة من هذا الكهنوت من محافظة الجوف عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم اندلعت مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في جبهة الفاخر وحبيد العبدي والمناطق المحاذية لمعسكر الجبو الصبيرة عقب محاولة تسلل الحوثية باتجاه مواقع القوات المشتركة في تلك المواقع تمكن أبطال قوات العمالق والحزام الأمني وكثائب الشوفيجي وألوية الصاعق أو المقاومة الجنوبية من صد أعنف هجمات قامت بشنها الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع مدينة الفاخر وتبت عثمان والخزان وحبيد العبدي ومعسكر الجب المحاذي لمنطقة الصبيرة وخلال تلك الهجمات سقط العديد من العناصر الحوثية ما بين قتل وجريح وأسر عدد آخر واغتنام أسلحة وثغائر تتبع الميليشيات الحوثية في الأمس كان هجوم مع الميليشيات الحوثية هجوما عنيفا شنته على مواقعنا مواقع التبت عثمان والفاخر وأمام باب غلق وأمام الجب وبفضل الله تعالى كسرنا هجومهم وأسرنا منهم وقتلنا منهم المئات منهم مليان قد كثثوا منذوقها تحت التباب وجهت الوديان لقد قام الحدو أمس بحجد أكبر عدد ممكن لديه وقام بمهاجمة تباب إثمان وحبيد العبدي وحبيد الكلب وقد قمنا بزحره وتكبيد أكبر خسائر في هذه الأرواح وبالعتاد وكانت الميليشية الحوثية قد قامت بتكثيف القصف المدفعي بقذائف الهاون والكاتيوشة باتجاه معسكر الجب ومنطقة صبيرة عقب هزيمتها وانكسارها وقد تضررت العديد من منازل وامتلكات المواطنين في منطقة صبيرة وما جاورها والتي شهدت موجة نزوح كاملة كما قامت الميليشية الحوثية بتفجير إحدى العبارات الرئيسية في الطريق الرابط بين منطقتين مريس ودمت في الاتجاه الشمالي للظالع ومن هنا الحوثي يقوم في هجماته كبيرة ومتعددة ومتكررة عدة مرات بالقذائف الهون والرشاشات المتوسطة وأحدث الأسلحة التي توجد عنده الغرض من ذلك هو الاحتلال منطقة الجب بشكل أساسي وبشكل ثاني هي منطقة تحديل الكلب وآخر الهجبة كانت هي البارحة الذي انوي انه سيطر أو عادت صبيرة ولكن بقوة المقاتلين لم يستطيع السيطرة عليها أو عادتها ولذلك كبرت قواتنا مليجيات الحوثي خسائر كبيرة في المعبات والأرواح وحجز بعض الأفراد الحوثيين شهدت هذه المواقع أعنف الهيامات التي قامت بشنها الميليشيات الحوثية في موقع تب بت عثمان الذي نحن الآن نتحدث منه وباتجاه معسكر الجب وباتجاه مناطق حبيل العبدي ومنطقة الفاخر بفضل الله وبفضل وسواعد أبطال القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنوا من كسر تلك الهيامات وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر أعداد كبيرة منهم وفرار من تبقى منهم باتجاه نقيل الخشبة ومناطق عذاب وبيت الشرقي من موقع جبل تبت عثمان محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الظالع ينضم إليه عبر الهتف من الظالع محمد مساعد القياد في جبهة الفاخر مرحبا بك محمد يعني هل حدثنا عن جديد المعارك في المحافظة أهلا وسهلا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قامت ليلة آمن بسماليشيا الحوثي الإيرانية بهجوم كافحة على موقعنا في الظاخر على تببت لكمة عثمان والخزان وحبي العبد وحبي الكل ولكن الحمد لله وفض الله ثم وفض الأفطال الأشابس كسرنا هذا الهجوم والحمد لله رجعوا خائبين مندحرين وكبرناهم كثيرا من الحسائر بالأرواح والعتاد والله الحمد نعم يعني عندما نلاحظ تفخيخ الطرق ويضا الجسور لماذا يلجأ الحوثيون إلى يعني إلى تفخيخها بعد أن يذهبوا من هذه المناطق برأيك هذا بسبب هزيمتهم فشلهم الدريع يلجأوا إلى هذا يعني تلقيم الطرقات تفجير الطرقات كل شبر في الأرض مش إلا الطرقات كل شبر فيه لقموها لو تشوف عندما كنا في شخص يعني أكثر من ثلاثة ألف لهم أكثر اللقموا كل الوديان والطرقات وراحت مواطن راح أمرها أول أمس راح تريق ليها بسبب الأغام هذا الحوثية سبب تشلهم ما بغضو يواجه أصلا نعم على بعض على بعض المحافظات اليمنية وفي طليعة العاصمة صنعاء حيث تختلق الأسباب والذراع لجان مزيد من الأموال لتمويل جبهتها المفتوحة لقتل أبناء الشعب اليمني نحو خمسمائة صيدلية في مختلف مديريات أمانة العاصمة وعشرات من العاملين في المجال الطبي يتعرضون للاعتقال في حملة ابتزاز تعسفية مستمرة بحقهم في العاصمة صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرتها مصادر طبية ذكرت أن ميليشية الحوثي والموظفين الموالين لها بمكاتب الصحة بمديريات الأمانة اعتقلت العشرات من ملاك الصيدليات والعملين في مجال الصيدلة واقتادتهم إلى سجونها بذريعة مخالفة قانون مزاولة المهنة وأن صيدلياتهم غير مرخصة ومخالفة للمعايير والمقاييس ميليشيات الحوثي نفذت مؤخرا حملة ابتزاز انتجاه ملاك الصيدليات وأغلقت المئات منها متحججة بذراع وهي لأغلاقها منها وجود أدوية مهربة وفتح تراخيص لصيدليات وتصاريح مزاولة العمل كما حالت 75 صيدلية إلى نيابة الأموال العامة الخاضعة للميليشيات بذريعة بيعها أدوية حكومية وأدوية مقدمة كمساعدات دولية رغم أن من قام ببيعها هي القيادات الحوثية هذه الإجراءات التي تقوم بها تجاه ملاك الصيدليات بشكل خاص أيضا تقوم بها تجاه القطاع الصحي برمته التعاني المشافي الخاصة من فرض اعتاوات على ملاكها بسبب إغلاق كثير من هذه المشافي التي كانت تقدم خدمات صحية خاصة في ظل توضع مردود مشافي القطاع العام وسوء خدماتها وهو من عكس بظلاله على الخدمات المقدمة للمواطنين في النشرة أيضا القوة المشتركة تسلم أبناء حيس ثلاثة مدارس بعد تأمينها من القصف تسعى الميليشيات للبحث عن مناسبات دينية واجتماعية لتحولها إلى وسيلة للنهب والسلب وفرض الإتاوات والجبايات على المؤسسات الحكومية والخاصة ففي المدارس شكلت ما أسمتها بلجان الحشد والتضيم التربوي للاحتفال بالمولد النبوي في كافة المدارس الأهلية والحكومية المولد النبوي الشريف مناسبة دينية كانت تعطر المساجد وتملأها بالروحانية وكثرة الصلاة على من يجتمعون من أجله إلا أن الميليشيات الحوثية حولتها إلى مناسبة للنهب والسلب وفرض الإتاوات القصرية وتسخيرها لأهدافها في المدارس تجد الميليشيات الحوثية في المناسبات الدينية فرصة مثالية لتكثيف التعبئة المثابية والخضاب الطائفي في المجتمع حيث شكلت ما تسمى لجانا من مكتب التربية والتعليم للنزول الميداني إلى جميع المدارس لتنفيذ حملة تعبئة من أجل المشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وتظهر الوثائق قيام الميليشيات بتشكيل ما أسمته لجنة حشد للاحتفال في كل مدرسة حكومية وأهلية بصنع يرأسها مدير والمدارس والوكالاء وتضم من أربعة إلى خمسة أعضاء الخضوة الأولى ألزمت فيها المدرسين والطلاب بأخذ دورات ثقافية بشأن المولد النبوي الشريف في التمهيد لتعبئتها الطائفية والسلالية أما الخضوة الثانية فقد فرضت على الطلاب ترديد عبارات طائفية مع تحية العلم وإلزامهم بدفع مبالغ مالية لإحياء المناسبة على حساب من هم أحق بهذه الأموال الطائلة التي تصرف للمشرفين والقيادات والأمنيين التابعين للسلالة أكثر من تسعمائة فعالية ضائفية ينظمها الحوثيون على مستوى المدن والمديريات والقرى والمؤسسات الحكومية والخاصة للاحتفال بالمولد النبوي توازي راتب شهر على الأقل للموظفين بالمصالح الحكومية المنقطعة مرتباتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات قامت القوات المشتركة بتسليم السلطة المحلية في مدينة حيس في الحديدة ثلاثة مدارس بعد إعادة تأهيلها وتأمينها من قصف الميليشيات التي تواصل نهجها في تجهيل الأجيال وجرها لحرب عبثية السلطة يا صحي يا حلوين يا حلوين اشربوا الحالي اشربوا الحالي السلطة نفت الدراسة في ثلاث مدارس بمركز مدينة حيس بعد أن حولتها الميليشيات الحوثية خلال سيطرتها على المدينة إلى ثقنات عسكرية وحرمت آلاف الطلاب من الدراسة فيها في إطار عملية التجهيل الحوثية مضطر الأهالي بمساعدة القوات المشتركة والمتطوعين إلى التدريس في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة هذه مدرسة الفاروق تابعة لقرية الحصيب شرق مديرية حيس التي تتمركز فيها الميليشيات وكما تشاهدون أمامكم سورة المدرسة ممتلأ بقواني المتاريس القوات المشتركة في مديرية حيس أخلت المدارس بعد أن قامت بتأمينها وتطهيرها وحمايتها من قصف الميليشيات الحوثية استجابة لنداء الأهالي فقامت بتجهيز المدارس الثلاث وعادة تأهيلها وتوفير الكتب المدرسية وتهيئت الأجوال للطلاب بعد أن حرمتهم الميليشيات الحوثية من حق التعليم في مدارسهم التي حولها إلى هدف الرئيسي لقصفها العشوائي مديرية حيس مديرية مهمة وتعيش مآسي وتعيش في مأساة في ظل القصف العشوائي على المديرية من قبل الحوثيين والتعليم موقف في المديرية نظر الاستهداف الذي يقع للمديرية فتم بمساعدة القيادة المشتركة بالمقاومة الوطنية بإخلاء المدارس وحتى تصبح المدارس خالية من المؤخرات وهي بنية وأسست لكي تكون صرح تعليمي وأثبتت المقاومة المشتركة بأن تكون العملية التعليمية في المدارس مستقرة وبهذا عادة الحياة للمديرية بوجود الطلاب والكم الهائل الذي ترونه أمامكم آلاف الطلاب والطالبات توجهوا إلى مدارسهم بعزمة وإصرار حاملين حقائبهم على ظهورهم يفترشون أرض الفصول ويكتبون في دفاترهم ويسمعون إلى معلميهم رغم عدم توفر الكراسي المدرسية تأتي هذه العزيمة من قبل الطلاب للتأكيد على رغبتهم في التعليمي رغم ما تمر به حيث من حرب وقصف يومي بشتى أنواع الأسلحة الرشاشة والقرناصة والقضائف الصاروخية والمدفعية من قبل الميليشيات الحوثية كنا من أولنا ندرس الأطفال في أماكن مكشوفة والأرياح فوقهم الشمس حتى أن بعض الأطفال كانوا مصاعبين في بعض الأمراض التي منتشرة حاليا والتي يعانون منها والآن الحمد لله قابوا نحن في هذه المدرسة من قبل المسؤولين حفظهم الله وقمنا بتدرس الأطفال وقاموا باستيعاب الدروس أكثر كانوا لا يستيعبون الدروس الآن مع هذا الطافي وهذه الكراسي قاموا باستيعاب الدرس أكثر أكثر من 845 معلما عادوا إلى مدارسهم وأكثر من 100 متطوعة متطوعة الذين يعملون بالمدارس لتغطية العجز القائم للعملية التعليمية في هذه الظروف التي تشهدوا حيس بعد أن شردتهم الميليشيات الحوثية وقتلت بعضهم وحرمتهم من مرتباتهم ومستحقاتهم وفرضت عليهم دورات طائفية من أجل حوثنة التعليم هؤلاء الطلاب جاءوا يدرسوا من أماكن متفركة من محل الربيع بيت مغاري من العكس من بيت بيش وكلهم لزعيفي مديرية حيس وكانوا يدرسوا في مدرسة هنا في بيوت في شعة الشمس تحت الشجار والآن فتحنا مدرسة الوحدة فالطلاب مسلورين وفرحانين في عودتهم من الدراسة والتدريس يشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة طالب وطالبة بمركز مديرية حيسة وعدد المدارس المتاحة في مركز المدينة تسعة مدارس منها ثلاث مدارس تم بنائها وستة مدارس مستبدلة بأماكن أخرى بدلا من المدارس التي تقع بالقرب من خطوط المواجهات والتي تتعرض بصورة مسمرة للقصف الحوثي أكدت غرفة الأرصاد والإنذار المبكر في حضر موت انخفاض تصنيف الإعصار المداري كيار إلى الدرجة الثالثة بعد أن استقر على الرابعة خلال 48 ساعة ماضية وذكرت في بيان لها أن الإعصار سيضعف تدريجيا خلال 48 ساعة قادمة ويتحرك إلى شمال وسط بحر العرب ثم يدخل في حيز كتلة هوائية جافة متمركزة في غرب شبه الجزيرة العربية ليتحول إلى منخفض مداري مطلع الأسبوع القادم على مدخل خليج عدن الشرقي وكان إعصار كيار على وشك تهديد البحر الأحمر والسواحد اليمنية والعمانية بوصوله إلى المستوى الرابع واقترابه من الدرجة الخامسة وهي أقوى درجة على سلم الأعاصير وفق تقارير رصدت ثلاثة مسارات محتملة له كيار إعصار جديد يهدد البحر العربي والسواحل اليمنية والعمانية إذ وصل إلى مستواه الرابع ويقترب من الدرجة الخامسة وهي أقوى درجة على سلم الأعاصير وأكثرها عنفا ودمار وارتفعت المخاوف أكثر مع اقترابه وتأثيره على السواحل اليمنية الجنوبية وخصوصا جزيرة سقطرة الإعصار الذي يتحرك من الغرب والشمال الغربي يتجه نحو السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية بسرعة قدرت بعشرة كيلومترات في الساعة مصحوبا بسرعة رياح تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة وبضغط جوي وصل إلى 928 ملي بار وتشير تقارير الرصد إلى اقتراب الإعصار من السواحل العمانية واليمنية وبسرعة مخيفة غير أن المسار النهائي للإعصار لا يزال غير واضحا تقارير الرصد الثلاثة مسارات محتملة للإعصار أبرزها أنه سيتحرك شمال الغرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة بعدها سيتحرك نحو الجنوب الغربي بمحاذاة سواحل السلطنة الجنوبية والشرقية وتحديدا قبالت سواحل محافظتي الوسطى وظفار ومن ثم سيواصل مسيره نحو خليج عدن وجزيرة سقطرة مع انخفاض تصنيفه وقوته وبشكل تدريجي وشهدت سواحل شبه الجزيرة العربية وبحر العرب على وجه التحديد أعاصر عواصف مدارية عديدة خلال الفترة الماضية أبرزها إعصار جونو في العام 2007 ونيولوفر عام 2014 وأشوبا في تشابالا وميك في العام 2015 في أسوأ كارثة شهدتها المنطقة بشكل متتال وإعصار ساقار في مايو من العام 2018 وتبعه إعصار مكونو في أكتوبر من العام نفسه وتلاها العاصفة لوبان التي ضربت شرق اليمن وقتلت وشردت آلاف اليمنيين وقبل كيار ضرب إعصار هيكل منطقة نهاية سبتمبر الماضية استاد 22 مايو الملعب الرسمي لخليجي 20 بات أثرا بعد عين جراء تحويله إلى ثكنة عسكرية من قبل الميليشيات الحوثية مطلع العام 2015 إضافة إلى غياب الاهتمام الحكومي منذ تحرير مدينة عدن وحتى اللحظة عدن 2010 كانت كعروس يوم زفافها من خلال المشاريع الخدمية وسياحية التي أنجزت في فترة قياسية بالتزامن مع استضافة بلادنا خليجي 20 وقياسا بالطفرة الرياضية التي شهدتها المحافظة وأتاحت لأنديتها العريقة والعتيقة امتلاك ملاعب خاصة بها فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله الصالح سعيد بما يقدمه أبنائه لقطات لاجتماعات مجلس التعاون وهنا العالم اليمني يرتفع عاليا وهنا التقاطع الكبير الذي يحدث ما بين المشاركين بتنظيم مميز جدا ولوحات تعبر عن الشموخ عن الرمز عن التحليق عاليا في السماء عن وحدة بالشعوب الخليجية والعربية عن انضمام بمجلس التعاون الخليجي عن بطولة هي كأس الخليج رقم 20 عن رفع العلم عن صورة قائد عن التقاء الشعب عن صوت يعتبر هو الصوت اليمني المرتفع دوما أيقولة البطولة الأبرز تمثلت في الاستاذ الرسمي للبطولة ملعب 22 مايو الواقع في مديرية الشيخ عثمان بالنظر إلى تشييده وفق أحدث المواصفات الدولية وبكلفة بلغت خمسة مليارات ريال يمني وعطفا على الحضور الجماهيري الطاغي في جنباته ضمن مشهد عكس وجه اليمني الذي يهش ويبش للضيف وبدد الهواجس الأمنية التي استبقت البطولة ودواع التوجس والخوف بسم الله وعلى بركة الله نفتدع فعاليات بطولة خليجي عشرين لدورة الشهيد المناظر فهد الأحمد الصباح الألعاب النارية التي زينت عدن في حفل الختام الذي كان مسرحه أيضا استاذ 22 مايو والمشهد الذي أثلج صدور اليمنيين في الداخل والخارج لم يرق لأعداء النجاح ومن امتلأت نفوسهم بالحقد على كل شيء جميل في الوطن وتم الرد عليه بعد أشهر قليلة بمختلف أنواع الأسلحة من خلال فوضى العام 2011 أعمال تخريبية شكلت منحدر السقوط إلى الهاوية وأضرت بكافة القطاعات الحكومية والمرافق الشبابية والرياضية وأبرزها استاذ 22 مايو الذي نهشت منشآته عوامل الإهمال مطلع العام 2015 ولد اجتياح الميليشيات الحوثية محافظة عدن حولت الملعب إلى ثكنة عسكرية ما تسبب في تدبيره وها هي الأرضية الخضراء أصبحت كالصريم وأرضا قاحلة في حين تناثرت كراسي المدرجات الحمراء والزرقاء والمقدرة بأكثر من 25 ألف كرسي كقصاصات ورق تذروها الرياح حتى المضمار الشيء الوحيد الذي كان صالحا للاستخدام تم إفساده بتحويل أرضيته إلى مخيم لبعض اللاجئين كان الشيء الوحيد الذي استمر رياضيين عدن باستفادة من هذا الملعب اللي هو المضمار فللأسف الشديد في الفترة السابقة قبل شهر ونصف وشهرين حاولوا أعتقد منظمها تابعة لأمم المتحدث للاجئين سكنوا فيه المهاجرين الأثيوبيين تغريبا جلسوا فيه شهر ونصف وشهرين تسببوا في أضرار غير عادية وبالذات للمضمار وذلك بإحراق المقاعد المقاعد البلاستيكية الجزء البلاستيكي من المقعد كانوا يقوموا بإحراقه على أرضية الترتان هذه أرضية المضمار فتسبب إحراق أجزاء كبيرة من المضمار وهو الشيء الوحيد الذي كنا ما زلنا نستفيد منه لم تقتصر الأضرار على ذلك فحسب بل طالت بشدة المقصورة الرئاسية ومقصورة كبار الضيوف غرف النقل التلفزيوني والمركز الإعلامي باتت مقلب خرده كما أن التجهيزات الفنية التي شملت الأعمال الكهربائية والإلكتروميكانيكية تضررت وتم إعطابها بشكل كامل ناهيك عنه بكل ما خف حمله وغلى ثمنه من محتويات الإستاد من خلال زيارتنا لعمل الدراسات وقدنا أنه يعني كثير من الأعمال الإنشائية في المدرجات أو الإجزاء الإنشائية في المدرجات خربت وبعض الأشياء التشطيبية برضه نهبت مش بعضها وإنما تقريبا كل ما ممكن أن يشتال في اليد أخب وبعض الأشياء المتواجدة ما هي إلا أكسار ونفايات أو أجزاء مقطعة وبقدر الخراب الذي ضرب استاد 22 مايو وما يحمله من رمزية يدرك المرء حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الحكومية كافة منذ فوضى العام 2011 وصولا إلى الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية في معظم محافظات الجمهورية وأكلت الأخضر واليابس كحال أرضية هذا الملعب الذي كان في يوم من الأيام منارا للمحبة والسلام ختام النشرة تذكير بالعناوين تصعيد حثي جديد تبشيله القوات المشتركة وتفقيق حقل الألغان في الحديدة إحباط محاولة تسدل للميليشيات في خب والشعف في الجو ومواجهات ضارية باتجاه مناطق حبل العبدي وتبت عثمان بالفاخر وللمزيد يمكنكم متابعة البث الحي عبر موقع القناة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر